موسيقى موسيقى صباح الهنا والجمال عليكم صباح الابتسامة صباح الناس الطيبين صباح الناس الشقيانين اللي نازلين بدر عشان يروحوا أشغالهم ربنا يرزقكم الخير كل يا رب ويجع لأيامكم كلها خير وبركة ان شاء الله النهاردة عندنا ايه النهاردة عندنا زي ما قولنا نبارح في حلقتنا ان احنا عندنا نهاردة أكلة مصرية قوي مفيش بيت بيستغنى عنها صيف شتا حتى في السيام فطار موجودة ايه هي هنعمل الطعمية اطلبت مننا كتير قوي وكان لازم اعملها من الأكلات الشتوية اللي أهلا بالشتا عاديين بالليل كده عندنا عجلة الطعمية تمام تمام احنا اللي شايلينها وفي الفريزر نروح مطلعينها ادي ويتين عملنا قرس عجة ادي شوية فلفل حامي مع شوية كصبرة مع الطعمية قالينا طعمية بنعملها بجميع الأشكال وجميع الأنواع النهاردة هعمل ايه هنعمل الطعمية المصرية اللي هي الأسير بتاعتنا وهنعمل طعمية الحمص اللي هي السورية بس انا عندي اختلاف عن السوري شوية انا مش عاملها كلها حمص انا مدخلة مع الحمص فول ما تشوش علشان يمسيك لنا الطعمية هنشوف هنقدمها بشكل ايه عشان تبقى زي اللي بنجيبها من بره بالزل يبقى عندنا الطعمية المصرية عندنا الطعمية بالحمص عندنا ايه تاني هنحل بيه عندنا صنف حل يبقى عندنا نوعين حادق من صنف واحد وعندنا نوعين حل النوعين الحلو ايه هم عندنا النهاردة كيك الشوكولاتة السبونش من دريم هنشوف هنقدمه بشكل مختلف معروف ان احنا بنعمل الكيكية بتبقى ما شو الله عليها عالية كده بنقطعها قطع انا النهاردة حبيت ان انا غير فكرة الكيك شوية بس بسبونش سهل جدا في استخدامه هنشوف هنقدمه ازاي ايه صنف الحلو التاني اللي معانا النهاردة واحلى ام عالي هتتعمل بالرؤاء الطري هنشوف هنحمره ازاي عشان يدينا تيست حلوة قوي مع بعض وهنشوف طريقته معديره ازاي هنبدأ بالحلو طبعا والحلو ما بتعملش للحلوين وهو مشاهدي البلد يوكا المعنونة هنعمل ايه النهاردة كيك دريم سبونش بنكت الشوكولات بيبقى موجود منه الفانيليا والشوكولات ده زي كيك السبونش اللي بنعمل بيت تورات ما بنحطش عليه اي حاجة غير خمس بيضات ونص كباية حليب ما بنضيفش اي حاجة ولا فانيليا ولا بيكينج بودر ولا محسن كيك ولا اي الكلام ده كله كل اللي بنحتاجه علبة سبونش كيك او كيك اسفنجي من دريم وبنحط عليه خمس بيضات ونص كباية حليب مش عايزة اكتر من كده مقادرنا على الشاشة كيك اسفنجي من دريم بينزل بنكتين شوكولاتة وفانيليا ومعانا كمان خمس بيضات ميت ميلي حليب او نص كباية حليب ده المقادر اللي مكتوبة على العلبة انا النهاردة مزيناه بايم زيناه بكمبوت خوخ وكريم شانتي مخفوق مش عايزة اكتر من كده وهنشوف الشكل المختلف اللي احنا هنقدمه بيه دي وصفتنا سهلة جدا وبسيطة اول حاجة هستخدمها ان انا هجيب بولا وعندي المضرب الكهرباء معنديش مضرب كهرباء بمضرب سلك عادي مقاديري سهلة وبسيطة جدا ممكن اضربها في الخلاط احط اللبيض على الحليب في الخلاط وبعد كده انزل بالخليط الكيك عليه شوية شوية لحد ما يتدرب معنا بس انا النهاردة مستعملة المضرب الكهرباء علشان تبقى كل حاجة واضحة قدامنا بسم الله الرحمن الرحيم وقادي الحليب هضربه مع بعضه كويس قوي وبعد كده ننزل بخليط الكيك بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى غير موسيقى 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 طب البيت دي يا نونة مش هنحط له فانيليا لأ مش هنحط له فانيليا ليه لإن خليط الكيج بتاع ديرين في كل حاجة محتاجينها مش هنحتاج نحط غير المكونات اللي مكتوبة على العلبة اللي هي خمس بيضات ومية ملي حليب مية ملي حليب بما يعاد النص كباية هنعمل كدة ونبدأ ان احنا نفتح الخليط بتاعنا ونضيفه على البيت والحليب قلنا ان هو بينزل بناكيتين سواء فانيليا او شوكولاتة باسم الله الرحمن الرحيم فيه المحسن بتاعه فيه الفانيليا وفيه كل المكونات او المهجير او اللي احنا هنحتاجه علشان تطلع لنا كيك تسبونش حل وقرش هقلب كده الاول قبل مضرب بالمضرب علشان ما يتلش في وشنا واحنا نشغالين خلوا بالكم الحاجات دي علشان نشتغل كويس بسم الله نضرب تاني بالراحة بسم الله الرحمن الرحيم بصو ما اخدش سواني في ضربه ازاي منازل اللي في الجناب عشان نبقى انا متضامنين ان الخليط كله اتضرب بس بصو اعمل ازاي ولا فيه اي تكتلات ولا فيه اي حاجة خالص انا قلتلكم ان انا هقدم الخليط بتاع الكيك بتاعنا النهاردة بشكل مختلف المتعارف عن الكيكاية ان احنا بنعملها في صانية عالية عشان تطلع لنا هشة لكن انا النهاردة حبيت ان نزبونش يبقى هاشش في طعمه وفي القوام بتاعه لكن بشكل مختلف ايه هو الشكل المختلف بتاعه هوريكو دلوقتي عملته ازاي عملاه في صانية من بتوع التارت كيكا زبونش في صانية التارت او وهوريكو ليه انا عملت كده هنمسك كده فرشة وندهم بيها الصانية بتاعتنا بالزبدة المزابة نغلف الصانية يعني ولا هحط رشة دقيق اغلف بيها وعفر بيها ورى رشة كاكاو معروف ان احنا قدام عاملين كيكة شوكولاتة بنعفر بكاكاو عشان ما يبقاش الدقيق مديها لون ابيض لما تستوي نغلف بزبدة كده بالشكل ده نغلف كويس اه اروان كلميلي اميرة بصوا بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم ايدي الخليط بتاعنا اهو ما تفتكروش ان الصانية بتاعتنا ااا رفيعة ما تحطوش في دماغكو ان هي لما تدخل الفرن هتفور عن الصانية لا بصوا صمك الصانية بتاعنا عامل ازاي ننزل الخليط كله مش عايزة اسيب منه حاجة بالشكل ده كده بالشكل ده كده طبعا كله دلوقتي هيفتكر ان هي قدام رفيعة بالشكل ده هتدخل الفرن هتفور المفروض ان هي تبقى عالية والكلام ده كله لا بالعكس الخليط بتاعنا يعني سبحان الله معمولة على قد الصانية اللي انا عايزها الفرن عندي شغال على مية وتمانين قبل ما اشتغل في اي حاجة خالص عشان يبقى صغر هحطها في الرف الوسطاني ومش هفتح عليها الا بعد ما يعدي 35 ديئة وهوريكو دلوقتي اللي انا كنت عاملها قبل الهوى وما طلع لكو دي كمان وما تستوي هنشوف شكلها معنا بس انا عملت منها حاجة قبل الهوى ليه علشان انا كنت حابة ان هي تبقى بردة علشان لما ايجا زينها تبقى هادية معي دي الصانية بتاعتنا لما قلبتها غلفت الصانية كويس قوي بالزبدة علشان كده بقى سهل ان هي تتقلب معي بقى اتعامل اك انها كيك تارت او تارت كيك معمول كيكيا سبونش بس في صانية التارت هعمل ايه دلوقتي هبدأ ان انا ازين بالكريم شونتين مخفوق بتاعنا وهعمل كمان مدخلة معاها الخوخ بسم الله الرحمن الرحيم بصوا كده ما خديتش معانا وقت يضوب حطينا الخمس بيضات على نص كباية حليب ضربناهم مع بعض وروحت منزلة كيس الخليط بتاع الكيك مندرين اللي هو الكيك الاسفنجي بالشكل ده كده عايزة احط هنا ادي الكمبوت الخوخ انتهيقلي ما فيش تزين ولا عمايل اسهل من كده هوليكم الصانية بتاعتنا لما تطلع من الفرن شكلها عامل ازاي بالشكل ده كده بالشكل ده كده نقطة عضي اثنين بالشكل ده كده حيط التهزين دي بترجعلكو انتو زي ما انتو عايزين وارجع اعمل فسطونات تانية عليها يا ممكن اعمل كده بالشكل ده وارجع اكمل فسطونات كريم صمتي حواليها عندي البسبور اللي انا قلتلكو عليه اللي هو المسدس اللي عملنا بيه السكر ساعة البطاطا هروح ما حروقة بيه شوية الكريم شنطي ده عشان يديني لوم برضو مختلف لازم كريم شنطيه ابيض ممكن ان احنا نعمل كريم شنطي ونلونو زي ما انتو عايزين بس خلاص انا مش محتاجة اكتر من كده عندي البسبوري اهو نشغله بسم الله الرحمن الرحيم نعايز ان هو يتحروى شوية ممكن يسيبولك كده من غير محروق اي رأيك هنطلع فواصل كده وصف الدرين بتاعيتنا النهاردة خلصت عملنا الكيكل سبونش بشكل جديد قدامنا 35 ديئة في الفرن طبعا هيطلع معنا وهوريكم شكله بالزبط هيكون عامل ازاي متخافوش ان هو عشان في صانية تارت ممكن ان هو يفور او يبوز الصانية معنا او يبوز شكله لا احنا النهاردة مقدمينه بشكل مختلف علشان نكون في تجديد معروف ان نعمل الكيكة ونحط عليها الكريم شنطين من فوق او بنقصها او بنقطعها ثلاث مستويات او مستويين ونبدأ نحشيها لكن احنا مقدمينها بشكل مختلف وشكل جديد اتمنى تكون عجبتكم اتمنى شوف تطبقاتكم فيها هنتلع فواصل وارجع من الفواصل رجعت من الفواصل اعملت اي فواصل ما عملتش اي حاجة على حطت ايديكو يضوب حطنا المقادير وحطيت بس شوكالاتة فورماسية فوق الكريم شنطين اعطي اختلاف في اللون شوي حتي التازين دي بترجعلكوه اعزين تعملو كيكايا وتاكلوها زي ما هي كده زي ما انتوا عايزين اعزين تعملو كيكايا بالشكل ده وتعملو كريم باسري تعملو حليب مكسف وتحطوه في الفراغ بتاع الصينية زي ما انتوا عايزين بترجعلكو انتوا نجي بقى دلوقت للتعامية المصري نسمي كده بالله صلي عنابي في قلبنا نبدأ بالراحة واحدة واحدة عشان تطلعلينا طعمية زي ما بنجيبها من بره بالظلط اولا انا بحط كوزبرة اعزو بلهم كلمة انا بحط كوزبرة وبقدونس بس ورق من غير عيدين ده واحد ما بحطش كرات ده اتنين تلاتة بنقى الفول لمدة تلات ساعات بس ده تلاتة هعيدهم تاني واحنا شغالين بحط ساعة الالية بدل ما بحطت لها كوزبرة بس وسمسم لا بحطت لها كوزبرة وشمر بيدي ريحة وتطعيمة خلوة قوي لما بنعملها في الكبه انا ما عنديش مفرمة هعمل في الكبه العادية عادي بس لما عملت في الكبه بتطلع علينا مكتومة تقيلة لكن لما بنجيبها من بره بنشوفها هشة وفضجة كده وما فيهاش التقل ده وده بتعمل من ايه بنشوف في مكان التعمية عند المطاعم حطين التعمية والفول وبيحطوا لها طبعا عيش وبيحطوا لها ماشاء الله عليهم بيحطوا استغفى الله العظيم يا ربنا يعينهم على وقتهم بيحطوا حاجات غريبة فمع الطحنة دي بنبقى شايفين ان الفول مطحول وممكن ان هو يقفل عليه لكن احنا مينفعش نقفل عليه ليه اللفة بتاعت الايد اللي بتبقى الحديد الكبيرة دي اللي في التوب الكبير ده اللي بيتحن بيه الطعمية رايح 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 جاي رايح جاي بالشكل ده كده بيدي هششان طب احنا اكيد ربنا يدينا الصحة اه بس مشان نفضل طول النهار نلف في طعمية عشان تدينا الهششان دي ربنا كرمني بعجان بعد مطحن الطعمية هروح حط العجان فيه وهشغل عليه شوية وهنشوف الكمية اللي هنحطها في العجان قبل ما نحطها وبعد ما نحطها وتدينا الهششان اللي احنا عايزينه هتبقى عاملة ازاي ما بحتاجش ان انا احط لها كربوناتو لو عملت الحركة دي ما عملتش الحركة دي ما عنديش عجان هعمل ايه هتعيبكم معيها شوية هنبدأ ان احنا نقلب بيجان ونستنى شوية ابني داخل اروح قلقتها كده من على الباب خش اقلب شوية حد من اللي في البيت خش اقلب شوية لحد ما يخد الهششان اللي انا عايزين يا امه هقلب شوية فيها وبعد كده احطت لها معلقة صغيرة بيكنج بودر ومعلقة صغيرة كربوناتو عشان تديني الهششان والرفع اللي احنا عايزنا مقديري نزلت على الشاشة مقديري بتقولي ان انا معي ايه نص كيلو فول متشوش منقوع ثلاث ساعات بس وهقولكو ليه منقوع ثلاث ساعات بس بصلايا وسط مزودش البصل علشان ما يسيلش معي خمس فصوص طوم هيتفرموا معاهم حزمة بقدونس ورق وحزمة كصبرة ورق ما بحطش كرات ولا شبت كصبرة نشفة صحيحة هنحطها مع الفرمة ومعي كصبرة نشفة مجروشة وشمر مجروش وشوية ملح مش عايزة اكتر من كده لا مش دلوقتي تسلم ده اساس العجنة بتاعتنا عندي الكبأ بسم الله الرحمن الرحيم عندي الكمية اللي نزلت نص كيلو فول ما تشوش انا عاملة ربع بس عشان وقتنا هعمل ايه قبل مطحن الفول هروح حطه احضر ادي الشبت والاسفل ادي الكصبرة ادي بصلايا صغيرة او نص بصلايا كبيرة ما نقطرش علشان انا مش عايزها تسيل معايا تسيل يعني تبقى خفيفة انا مش عايزة الكلام ده وقادي التوم بالشكل ده حطيتهم كلهم مع بعض وهبدأ ان انا اطحن الاول قبل ما نزل الفول بسم الله اشتركوا في القناة موسيقى 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 عملاقة موسيقى حطيت الكزبرة والبقدونيس الأول والبصل تحنطوم مع بعض وبعد كده وهي الكبة شغلة بدأت تنزل بالفول شوية شوية علشان تبقى خفيفة منها تبقى خفيفة على الكبة عندي ومنها ان هي تتفرم كويس قوي براحة وهي بتتفرم كده رح حطة شوية كزبرة نشفين صحاها كده لكن الكزبرة اللي هي المجروشة والشمر المجروش دول هقفل بيهم بره قبل الألية هعمل كده وهشغل عليها تاني على ما شغل عليها هعمل ايه فرصة ان احنا مشغلين ويبقى الصوت واحد قادي العجان عندي اهو بالشكل ده كده بسم الله الرحمن الرحيم بالسلك بسلاح السلك وقادي اللي احنا فارمنها قبل الهوا هحطها في العجان وهشغل عليها علشان يديني الهشاشان اللي انا عايزين بسم الله الحركة دي بتخليني ان انا استغنى عن الكربوناتو بتخليني استغنى عن البيكنج بودر وبتديني هشاشان فضيع بسم الله الرحمن الرحيم ما عنديش عجان اسفة ان انا هتعبكم معايا بنحاول ان احنا نعملها بايدنا طبق بلاستيك غويت كده بمعلقة خشب ونقعد كده في الصالة كده وحنا بنتفرج على البرنامج او بنتفرج على اي مسلسل وهنلاقي ايدنا شغالة هتلاقوها هتلعت معاكو زي الفل هشغل على الكبه ودي العجان شغالة عشان يديني الهشاشان وهحط زيت سندبات في التاصة عشان يتستخن معنا ونبدأ نحمل اشتركوا في القناة هنسيب زيت سندبات يسخن معانا على مطعمية تفتحن كويس قوي اللي احنا حطنا هناك اللي هي الهشة علشان نشوفها نعملها ازاي ونقليها وتطلع زي اللي برا بالزبط ارجع نزل اللي في الدوانب كلها عشان اضمن ان هي كلها عايز اقول لكم ان لونها اصلا تغير لونها فتح معايا احنا كنا حطينها لونها اغمق من كده لونها بدأ يفتح معايا وهنشوف كمان لما تدينينا الهشاشان اللي مطلوب هيبقى عاملة ازاي نشوف هنا ما تحطت القصبرة راحت التعمية بدأت تظهر نشوفا نشوفا نش ومن رلو، نشوفا ملد على ما تتحن معي أقول لكم إحنا ليه حطينا الفول ثلاث ساعات بس الفول المتسوش بيتنقى كويس بنجيبه من عند العطار أو العلاف مايبقاش فيه سوسة تبقى الفولها بيضة كده وشكلها حلو وتكون كبيرة مايبقاش اللواء الصغير ده بنحطها في المياه ثلاث ساعات وبس ليه ما بنحطهاش أكتر من كده أنا مش عايزة الفول يشرب مياه لو شرب مياه كتير هيترى معي زيادة عن اللزوم لو حطيته في الكب علشان يتفرم هلاقيه بيسايل معي ومديني إطعامية طرية وأنا مش عايزة حاجة زي كده لسه هحط توم ولسه هحط خضرة ولسه هحط بصل فكل دوت هيترى لي أصلا العجينة علشان كده ثلاث ساعات مش أكتر تتنقع غيرنا المياه مثلا مرة ولا حاجة وبعد كده روحنا وغدينه مصفينه ونبدأ إن إحنا نشتغل بيه هطلع فاصل هعمل إيه في الفاصل مش هعمل أي حاجة غير إن العجان شغال على العجينة هكمل فرم العجينة بتاعتنا علشان دي هنفرزها ونشيلها في الفريزر عشان يوم الجمعة كده الصبح روح مطلعين الكيس حطينا عليه بيضاية وشوية شطة شوية كمول وليديها ربا كده ونعملها أرس عجة هطلع فاصل وارجع من الفاصل لكمل وصفة الطعمية بتاعتنا ولسه عندنا نوع طعمية كمان لسه عندنا المعالي أو هتروحوا في أي حتة ومستنياكم نوع شان أتكلم لازم أقفلهم رجعت من الفاصل عملت إيه ما عملتش أي حاجة غير إن الكابة كل شوية رح منزلة الطعمية أو الفول بتاعنا اللي في الجوانب رحيتها ما شاء الله عليها شوية الملح عشان كنت هنسيهم وهنبدأ نشغل عليها تاني هنا العجان برضه هشغله بس على ما يشتغلوا هم ونسيبهم هينفع عشان الصوت مش هينفاصة هينفع هينفع هشغل العجان عادي هنشغل العجان عشان الأطعمية بتاعيتنا تدينا لها الشان بتاعنا على ما نشغل العجان أنا هتشغل في ايه دلوقت أو هينزل لنا haberا شاشة هينزل لنا مأدير الحشوة بتاع الطعمية هي الحشوة بتاع الطعمية نقول Raw لما أصبحون عشياء المصرفين نروح عند المطعم ويقولون على طعامه معشي نحن النهاردة الناس كنتم مختلفة تقول ما هي الطعامه المحشيه معديري معي بصل متحمر سوف نشتغل و نعملوا من الكلب معي بصلتين متحمرين ربع شريحة ربع شريحة فلفل حار أحمر مفروم مع علاقة صلص الطماطم بوريك وزبرة نشفة وملح وزيد سندبات دوت لقلية الطعمية مش قلية الحشو تمام قادي البصلية بتاعتنا متحمرة أنا عايز البسكلافز لإني هشتغل بأيدي وليه هشتغل بأيدي علشان أوريكو عجنة الطعمية هتكون عاملة ازاي أو عجنة الحشوة هتكون عاملة ازاي لما تترى بسم الله الرحمن الرحيم البصلية طرية معي مش محمرة تعتبر إن هي متشوحة كده في زيت مع رشة ملحة علشان تديني تروى أنا مش عايزها مقرمشة حطينا البصلية بصوا كده بصوا أنا بعمل إيه حد ممكن يقول لي طب ما أنت ممكن تفرومع في الكب أنا مش عايز أفرومع في الكب إحنا لما بنعم نجيب الطعمية محشية من بره بنلاقيها بالشكل ده كده البصلية بتبقى ممكن تقطع أربع أو تربع لكن ما بتبقاش مفرومة نعمة وراح عاملة كده قادي الفلفل بالشكل ده وقادي مع علاقة السلسة هاخد شوية صغيرين الأول و بعد كده أكامل واعمل كده هاخد شوية قصبرة نشفة وقادي رشة بسيطة من الملح كده عايزة تعملي ربع شريحة مش نص شريحة للبصل زي ما أنت عايزة بس هي كده فضيعة بس شكل ده حابة سلسة كمان صغيرين وهستكفر كده بقى عندي الحشوة بتاعتنا اهي الناس اللي بتاكل الطعامية المحشية هيبقى عارفين ان الحشوة دي هي اللي بنجيبها الناس اللي بتاكل طعامية محشية هي دي ولا مش هي هي بصوا شكلها عامل ازاي دي هي حرقة جدا علشان هي اسمها محشية الطعامية المحشية بتبقى حرقة جدا هنسيبها كده شوية تشرب من بعضها على ما نشغل العجان تاني علشان يدينا انها الشام بتاع العجينة ونبدأ نحشي العجينة بتاعتنا نبدأ نحشي العجينة بتاعتنا ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي 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 نبدأ كده نطلع العجان بتاعنا نرى العجينة شكلها عامل ازاي صباح الفل يا شايماء صباح النور يا شايماء صباح اللانا عاملة ايه حبيبت يا اخبارك ايه الحمد لله حبيبت جزاك الله خير على كل اللي بتعملين ربنا يبارك في عمري يا رب تسلميلي حبيبت تسلميلي ما عليك انا عندي سؤال بس لحضرتك عشر اسئل يا رب دلوقتي انا هعمل فراخ محشية فريك ححطها في الفورن بس المشكلة عندي ان هي بتلبق في الحل تمام في الصناية ما عليك في الصناية ولا يهمي انا بس عايزة اعرف يعني طريقا تخليسي الفراخ ترجع مني في الصناية عيوني بس كده تؤمرين ليك ايه طلبات تانية لا شكرا لحضرتك عيوني يا حضر نورتين يا حبيبت مع الف السلامة في حفظ الله بناجع اليوم كله خير وبركة ان شاء الله واحنا بنكلم شايميه عملت ايه جبت خلة فتحت الفورن عدى طبعا اكتر من 35 دقيقة وروحت حتى الخلة في نص الكيكاية بتاعتنا بصوا كان في ناس خايفة ان هي تطلع برا الصنية وتبقى مش بالشكل اللي احنا شوفنيه حطينا كده في الفرن وروحنا نطلعينها نضيفها وزاي الفرن اللي معنا تمام هاسيبها تهدأ وهقلبها هاسيبها تهدأ ومقلبها هتشوفوا زاي اللي احنا عملناها بالزبط تمام نسيبها كده ورا تهدأ وننشوف دلوقتي بقى هنبدأ نحشي الطعمية بتاعتنا ونقليها ازاي هنعمل زاي بتاع الطعمية طبعا اللي برا الاول انا عايز افضي دي كده صباح الفل يا امه شريف علو صباح الخير يا حبيبة قلبي يا امر صباح اللي انا والجمال عليك يا عاملة ايه يا احلى شيفة في الشيفة كلها ربنا يبالك في عمرك طب استأذنك وقت التلفزيون وكلميني من التلفون عشان اسمعك كويس حاضر يا حبيبة حضرلك الخير حبيبة بتحرمش منك دعيونك هي اللي جميلة والله ما تحرمش منك حبيبتي ربنا يعزك والله يا امر انت احلى شيفة واحلى حاجة بتعملها ربنا يبالك في عملك ربنا يبالك في عملك حبيبتي تحرمش منك يا جيفة نونة يا جميلة انت يا امر والله انت اللي زاي العسر ربنا يبالك لك يا رب تسلميلي قوليلي يا امر شريف ليك يا اي طلبات اقمريني فاصلت حاول تكلميني تاني يا امر شريف صباحك خير وسعادة يا رب بصوا بقى كده نهاركن الحاجات دي كده عشان ايه اعرف اشتغل واعرف اوريكوا انا بعمل ايه عملنا الطعمية الزيت مقدوح على النار هنجيب دي كده شوية قبل ما نقلي عايز اوريكوا حاجة هنا فرامة الطعمية بتاعت كويس قوي هعمل ايه انا دلوقتي بقى عايزة افرص شوية الطعمية كده علشان يجي يوم الجمعة اروح عاملة الكيس بتاع الطعمية بتاعنا وابدأ ان انا اطلعوا يفك علما الولاد ما يصحوا علما جوز يروح يصلي الجمعة ويجي والكلام ده كله تكون فكت وكون عملت احلى طعمية عشان افرز قلنا ايه بنعمل الكيس التلاجة كده وقادي الكيس عندنا وانا هقفل الكيس وهطلع معاك الفاصل على طوحي واسشكل ده كده معمولة بالكسبرة ومعمولة بالملح وفيها كل حاجة انا مش محتاجة تاني حاجة عالية عايزة تفرزي من اللي هي معمولة في العجان والهشة وكده ما فاش مشكلة ولو اشتغلت بدي برضو ما فاش اي مشكلة هتطلع معاك زي الفرن خدنا كده اهو وهنبدأ نقفل الكيس بتاعنا زي ما تعودنا قبل كده ان احنا بنقفله بالمكوى للناس اللي ما شفتوش معانا قبل كده ومستغربة ان انا متحطى المكوى بتاعتنا على الهوى بعمل كده علشان كمان ليه بعمل كده علشان متاخدش مكان وحيس في الفريزر بتاعنا وفي نفس الوقت لما تيجي تفك تفك بكل سهولة اهو كده اهو ندخل كل حاجة فيها وقادي ورقة الفويل بتاعتنا نعمل كده بالشكل ده وارح حطاها عند حرف الكيس كده وعند المكوى سخنة وراح عامنا كده بسمنا رايح جاي كده طبعا انا هنصاب حرارة المكوى انا بالنسبة لي كده هو تقفل بصو كده نشيل دي الكيس تقفل معي طريقة سهلة جدا بتنفعني في التفريز بصو نقلب الكيس اهو مقفول من هنا بنفرز خضار بنفرز اي حاجة بنقفل الكيس بالشكل ده عشان ما يدخلوش هوا تمام كده نروح عاملينه كده نروح قفل تانين كده وقادي بقى عندنا طعمية علشان نخرجها متفرزة نخرجها يوم الجمعة هطلع فاصل هعمل ايه في الفاصل مش هعمل اي حاجة غير ان انا هجيب بولا احط فيها مية وقادي الحشوة بتاعتنا وقادي الطعمية بتاعتنا ونبدأ نبلي ايدينا ونقلي بكزبرة والشمر كل ده هنعملوا انت ما ترجعوا لي ان الفاصل او اتروحوا في اي حتة مستنيكم موسيقى لجايتم الفاصل عملت ايه في الفاصل ما عملتش اي حاجة غير ان احنا بفرزنا الطعمية بتاعتنا وحشية كام قرص وعملت حاجة كده مختلفة انا بشوفها عند بتاع الطعمية بصراحة بروح حاطت جزء من الطعمية وحاطتها بالشكل المربع ده كده بدل ما بيعملها سوابع بيسهل عليه يعني هو ابن لازينة بيجيبوا افكار فضيعة يعني بروحوا عاملين كده ربنا يوصر بس بتظبط معايا زي ما هم ما بيعملوها بسم الله الرحمن الرحيم بصوا بيعملو كده طبعا هو بيعمل بسرعة ها مرسا معاكم مرسا معاكم انا بقول كده هو فعلا بيعمل زي ما انا بعمل كده بيحط الحاجة على بلانشة طعمية على بلانشة بس هو طبعا ما شاء الله عليه اسرع بيدي بسرعة كده هو بيقطع وبيحط بسرعة علشان بدل ما احنا في البيت نمسك الطعمية ونصبع بالراحة ونرس صبع صبع لا هو بيعمل زي ما انا عملت كده بصوا كده بروحوا مقطعين على طول بالشكل ده كده وخلوا بالكوا طيب عشان لو اختلوني طبعا ما بدأت ان انا انزل براحة عشان الطاصة عندي يتملت خلوا بالكوا ان انا الزيت سخن معي شوية زيادة روح ترفعه من على النار حطيته برا نزلت الطعمية وهرجع على الجاعة تاني بالشكل ده امان كده نبدأ بقى دلوقت على ما الطعمية بتاعتنا تتحمر ونشلها عايز اوليكم بس حاجة واحنا بنحشيها اللي هي طعمية القراث في طريقتين علشان برضو الناس اللي ما بتحبش ان هي تبهدل ايديها قوي بصوا كده عندي معلقة اهي هروح بلاها وواخده جزء كده ايدي اهي مبلولة حطيت اهو جزء كده اهو وروح تحطى فيه جزء من الحشو بالشكل ده كده وروح تواخده جزء من الطعمية تاني وروح تعمنا كده للناس اللي ما بتحبش ايديها ان هي تشتغل بايديها بصوا كده بقى طالع برضو شكل الطعمية اهو معنا بس على شكل اللي هو المعلقة اللي هي المحشية تمام؟ دلوقتي ايدي اهي مبلولة وواخد جزء من الطعمية كده وروح فتحه من النص شوية كده وروح حطه حبة حشوة وروح عاملة عليها جزء تاني من فوق عندي ايه بطبع بي او عندي ايه هتطعم بي من بره فيه ناس اللي هي اللي بنجيبها من بره الطعمية اللي بنجيبها من بره من عند المطاعم بيبقوا مطبعين بآآ سمسم وكسبرة انا النهاردة مطعمها بكسبرة وشمر بيفرق اوي في الريحة وبيفرق قوي كمان في الطعم في الشكل ده كده نعمل واحدة كمان اللي في النهار هنبص عليه دلوقتي حالا كده اهي نفتح شوية من النص كده حط حشوة اقفل من الحروف كده وروح حطة طعمية تانية اهي اشيل دول واشيل احط الحشوة في بولة صغيرة هاستأذنكم بولة صغيرة او طبق صغير ونشوف التعمية بتاعت الحمص ننزل مقدرة بسم الله الرحمن الرحيم صباح الفل يامو عمر صباح الجمال والسعادة ازايك يا مادام نادية ازايك حبيبك قلبي عامل ايه حبيبك اخبارك ايه فتحتي نفسي عالطعمية يلا ام اعمليها حالا ام اعمليها حالا انا تطلع عامل ايديك زي الفل او والله احعملها بجلد فتحتي نفسي لان برا متصراحة بايت اخر قرف يعني وحد جوزيت بايز وكل ربنا يحفظنا يا رب اه كلها نظافة وجميلة ايه الطحفة اللي انت عاملها ربنا يبارك في عمرك ما تحرمش منك يا رب عيوني عيوني يا سلام عيوني احلى صندويتش طعمية يوصل اسكندرين اموريني انا انا فشلة في قدرة قادرة عايزك تعملها لي كده عملي انتي ست الناس كلها مفيش حاجة اسمها فشلة اه لا معليش والله مش بعرف اعملها كتير صراحة بتفلع كده ساعات السكر ينشأ عيوني حاضر ساعاتاري واغدبال حضرتك تمام عيوني وتسلم ايدك وتحياتي لكل القصة اللي عندك وكل القناة الجميلة اسلميلي حاولي من نجاح لنجاح يا رب ربنا يبارك في عمرك حبيب تسلميلي ما تحرمش منك ابدا يا رب نورتيني باتصالك يا امو عمر نصو كده نسيب دول شوية كده في الزيت ونحط معاهم اللي احنا عاملنهم بسم الله الرحمن الرحيم الصوابع طبعا عاملنها سادة لكن اللي هي القراس عاملنها محشية مقادير الحمص او طعمية الحمص تنزل معنا نسيب دي على النار نحط الحشوة في طبق صغير مقادير الحمص لو سمحتو مقادير الحمص بتقول ان انا معايا ايه مش حمص بس حتى حمص وحتى كمان فول ليه علشان يديها مسكة الحمص لوحدها مش تبقى حلوة لازم نحط فيها معاها فول لو انا عامل كبايتين حمص وطبعا بيبقى منقوع عبلها بليلة الحمص منقوع عبلها بليلة لكن الفول ثلاث ساعات بس كبايتين حمص منقوع حتى عليهم كباية فول ما تشوش برضو منقوع حزمتين كصبرة ورق بس بحط لها كصبرة بس بحطش ولا بقدونس ولا اي حاجة تاني بصلايا صغيرة فصين ثم مفروم ثلاث تربع كباية مية علشان طبعا الحمص بيبقى أتقل من الفول نص معلقة صغيرة كاربوناتو المرة دي ولا هنستخدم العجان ولا هنحطها فيه ولا الكلام ده كله خلص هعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم هبدأ الاول بالبصلايا بصلايا صغيرة او نص بصلايا كبيرة بالشكل ده كده وقادي التوم وقادي الكصبرة مش حتى ولا بقدونس ولا اي حاجة تانية وقادي التوابل بتاعتنا حتى لها كمون حتى لها والكربوناتو اهو والبكنج بودر هخلط كل ده الاول مع بعضه وبعد كده انزل بالحمص والفول بسم الله بصوا كده شكل ايه اعمل معي ازاي؟ مجرد ما حطيت بس التوابل وفرمت الكصبرة هبدأ اعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ انزل بالفول الاول لان هو القطرة معي قطرة من الحمص هطحانه كويس الاول وبعد كده انزل بالحمص وعلى ما يبتحنه اكون طلعت التعمية بتاعتنا اللي في التوابل بسم الله بسم الله بسم الله مصد فرم معنا بسهولة كوردان لسه ولا حطيت ميا ولا حطيت حاجة خالص انزل بقى بالحمص ثلاثة اربع كوبية لانا حطيتها على كمية بتاعتنا هي ثلاثة اربع كوبية لأ مش هتبقى ثلاثة اربع كوبية ممكن ازاد ممكن اقل حسب ملعجينة تسحب معي ميا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مج técnica حشوة طعمية نظر الحمص يحتاج مياه نحن نضيف مياه نضيف مياه نضيف مياه نضيف مياه نضيف مياه نضيف مياه ان دادوا مزر نضيف مياه نضيف مياه على حمصة أظن wine عملتك كده ولقيتها نشفة في ايديه وبتلزق يبقى هي كده محتاجة سنة ميا تمام كده كل اللي هي محتاجة معي ده ايه ان هي هتفرم شوية كويس ونرجع من الفاصل اقلي منها اكون طبعا محضرة منها اهي قبل الهواء اكون قليت منها ونشوف بقى هنقدم التعامل بتاعتنا ازاي النهاردة فاصل الصغير ورجعين لكم تاني عملت ايه في الفاصل بعد ما ضربنا الطعمية بتاعتنا كويس اوي تحناها بدأت ان انا عشان الوقت بتاع البرنامج كان لازم ان انا اخلص بسرعة بدأت ان انا اقلي بس شكلها مختلفة عن التانية هنقدمها بالشكل ده ماشي هنقدمها في العيش السوري بتاعنا زي ما انتوا عايزين قدمنا زي ما انتوا شايفين كده الطعمية بتاعتنا سواء السوابع وحطنا عليها طحينة والسندوشات اللي هي المحشية عملناها في العيش الشامي بصوا بقى كده معي العجينة بتاعت الطعمية السوري بص شكلها اصلا لما تحمرت اللي هي طعمية الحمص هم طبعا عندهم قلة او اداب بيستخدموها بتطلع لهم قرص الطعمية بالشكل ده طب احنا ما عندناش هنشتره قلة عشان نعمل طعمية السوري النبي عربي هنروح عملين كده اهي نتكوّر بالشكل ده قوّرت بصبعنا عايزين نبلو ميا ماشي مش عايزين نبلو مفاش اي مشكلة اهه بالشكل ده هنروح هتنفي الزيت بالشكل ده كده اهي تاني شوية في قدينا نعمل كده نتكوّر كورة عادية خالص اهي وفي النص نروح عاملين كده بالشكل ده ونروح حطين على طول في الزيت نيجي دلوقتي نعمل على طول سندويتش السوري زي ما عملنا البرج وعاملنا الشامي نعمل السوري يعني هي ما نهاش نفس لأ لازم يكون لها نفس طبعا بصوا بقى كده قادي العيش السوري بتاعنا اهو طب اي رأيك يا جمل على ما نعمل السندويتش السوري تنزل لنا مقادير المعالي بالرؤاء شوكرا بصوا كده العيش السوري بتاعنا اهو عاملينه في البيت ماشي شارينه جاهز ما فيهاش برضو اي مشكلة كده بالشكل ده عندي سرطي التحينه هما بقى بيحطوا اللي هما الليفت اللي هو الرفايع بتاعهم ده احنا نحط اخيار مصريين برضو لازم يحطوا الطاطش بتاعهم يبقاش تعليده بس يروح ايه الشاب السوري الجميل كده واقف وهما سيكلك الطعمية يروح اميل لك كده والله كله بايده كده اهي بالشكل ده يروح اميل لك كده كده وكله يا مصريين خد حاجه مننا ما خدش اي حاجه مننا نجيب طبق التقديم اهو بالشكل ده نعمل واحد كمان عشو ما نسيبش دوت كده وحيد كده اه دي التحينه بالشكل ده ده اعملها من غير خيار دي ممكن اخد لها قدين جرجير كده من هنا نروح برضو فاتحين فيها الطعمية طيب ما ادل الا 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 امو علي نزلت والله طيب اوكي ميش اوكي ادي السندوتشين بتوعناها نجيبهم من ناحية دي كده ونفضي حوالينا ونشوف امو علي بالرؤاء الطري بتتعمل ازاي قطعنا الرؤاء مكعبات صغيرة دوبنا زبدة وحطناها عليه وبعد كده روح نحطينه يا اما في الفرن يا اما روح نحطين تصع على النار ومدينه تشويحة تلع معانا بالشكل ده ما قرمش وطعمه في منتهى الجمال عندي لبن او حليب عشان البلاد العربية عندنا لازم يقول حليب عشان يعرفوا احنا بنتكلم عن ايه عندي حليب عندي سكر عندي اشتة بلدي عندي مكسرات او سوديني هعمل ايه حاجة بسيطة جدا خالص كسب بتاعتنا احنا تعرفوا ان اسهل منها مفيش الحليب اهو هسكروا طبعا التحليق دي تبقى زي ما انتم عايزين فيه ناس بتحب الحاجة مسكرة زيادة وفيه ناس بتحب الحاجة سكرها معقول شوية بالشكل ده كده دوبت السكر خالص وهروح عاملة كده انتهيلي هو شكله يتاكل لوحدة يعني ورحت الزبدة فيه فمنتهى الجمال جمه علي اللي هي بالرؤية وبتتعامل على طول ما بتاخدش وقت ممكن كمان حتى ما نحطهاش في الفرن بالشكل ده كده عندي اللبن متسكر قبل ما نسكر قبل ما نحط اللبن هروح عاملة كده بس الاحسن طبعا اللي هي تكون من وش اللبن علشان نبقى واغدين دسامة واغدين طعمة احلى وراح عاملة كده مكسرات بقى سوديني عب احب زبيب وجوز هند زي ما انتو عايزين المهم عشان لما يجي ااكل اي كل معلقة ااكلها يبقى داخل فيها مكسرات وداخل فيها القشطة التعامل عندي الحليب اهو يكون دافي علشان هو الله هيتطاري لي الرؤى ما يكونش سخنة قوي علشان ما تبقاش عاملة زي فتت القطط تبقى طرية خالص يكون دافي وهاعمل كده شكرا بس مرحل الحليب عندي متسكر انا خلصت دي كانت حلقاتنا النهاردة عملنا ايه؟ عملنا آآ لسبونجي كيك بالشوكولاتة مندريم وزيناه بكريمشوانتي وخوخ كمبوت ما خادش مننا اي وقت ولا اي حاجة تلعت معنا في الفرن هي بشكل مختلف وشكل جديد عملنا الطعمية المصرية بالفول وقلنا ايه تكتها وايه اسرارها اللي بنجيبها من بره عملنا طعمية الحمص وبنحط لها فول متشوش عشان تدينا نتيجة مضمونة وعملنا كمان الحشوة بتاعت الطعمية المحشية وعملنا في اخر حلقتنا ام علي على البارد بتحطش في الفرن يضوب ان هو الحليب يكون دافي علشان يطريه للرؤاء واجي اكله يكون ما ارمش ما يبقاش ان هو طري خالص ويكون عامل زي العجيم بحط لها مكسرات بحط لها قشة بلدي من وش اللبن وببدأ ان انا اقدمها زي ما حضراتكم عايزين الحليب يكون دافي ويكون مسكر دي معالي على البارد دي كانت حلقتنا النهاردة اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم واشوفكم بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة من بلدي يوكر بتجدد لك انا الساعة 10 الصبح اوه تروحوا في اي حتة بكرة حلقتنا مهمة جدا حاجات الطلبت مننا وعشان اطفالنا بالاخص بستلياكوا بكرة واسفكم في حفظ الله وقولكم السلام عليكم موسيقى 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 موسيقى